اشتركوا في القناة من صناعة المستقبل في اي بلد في العالم وفي الكائنات الكبيرة في اي دولة ومنها بالتأكيد على مستوى مصر والعالم العربي والقارة الافريقية النادي الاهلي المصري النادي الاهلي عنده توازن بيحاول دايما يحافظ عليه ويحققه مجلس الادارة رغم انشغاله بقضايا كثيرة جدا منها ما يتعلق باعادة فريق الكورة والتعامل مع المشكلات اللي ظهرت فنيا في الفترة اللي فاتت وانشغاله بقضايا خاصة بالتعقدات الجديدة والرؤية الخاصة باستراتيجية كرة القدم الا انه بشكل متوازي مع هذا الاهتمام بكرة القدم بيسعى انه يحافظ على التوازن الخاص بتحقيق اهداف اعضاء النادي وعضاء الجمعية العمومية واللي هي طبعا تم العمل على التأكيد عليها وهي جزء من رؤية النادي الاهلي اللي عرضها الكابتن الخطيب في برنامجه الانتخابي مع قائمته او مجلس الادارة الحالي كجزء لا يتجزأ من سياسات النادي اللي بيشملها العنوان الرئيسي عائلة الاهلي كان ده دلالات هذا الامر اتضحت جدا من خلال القرار اللي تم من خلاله اعتماد تشكيل لجنة الطفل في النادي الاهلي يوم الخميس الماضي في اجتماع مجلس الادارة وده النهاردة الموضوع اللي هننقشوا اهتمامات هذه اللجان ورؤيتها للفترة اللي جاية اهداف لجنة الطفل واهم الخطوات اللي بيتفق عليها او يتم التحضير لها في الفترة المقبلة اسمحوا لي ارحب في بداية هذا اللقاء بالاستاذة نداء داود رئيسة لجنة الطفل في النادي الاهلي استاذة نداء بساء الخير واهلا بحباتك وسعادة بوجودك معنا ومن شباب النادي الاهلي ايضا وعضو اصغر العضاء في كل اللجان في النادي سنا ومعنا نهاردة هي طبعا من الشركاء من الشباب في هذه اللجان وخاصة في لجنة الطفل عضو لجنة الطفل في النادي الاهلي حبيبة عمر غالب اهلا بك يا حبيبة وسعادة بوجودك معنا نهاردة استاذة نداء بداية ماذا يعني لكم لأعضاء اللجنة ولكل المهتمين بتطوير كل ما يتعلق بهتمامات الطفل في النادي القرار دا اللي كان حريص عليه مجلس الادارة رغم ان عنده ملفات كتير جدا مهمة وشائكة في الفترة ان مجلس الادارة ما بيهتمش بالكورة بس دا كان بيهتم بكل المجالات الموجودة في النادي من ضمنها اللجان التطوعية اللي احنا موجودين فيها تاني حاجة انه هو مهتم جدا بالطفل لان الطفل دا يعتبر واخد يعني عدد كبير جدا من اعضاء النادي او من ابناء النادي اكتر من 40% من الموجودين دا تطبيق كمان لبرنامج عائلات الاهلي اللي ندى بها كتير الخطيب في ايام الحملة الانتخابية العائلة دي بتحمل بقى الام والاب والابن وطبعا الابن دا هو دا الاساس اللي احنا بنجرع عليه فده طبعا تطبيق صحيح وتطبيق فعلي لتطبيق البرنامج عائلات الاهلي ولحرية العمل بقى في كل المجالات ما بنقتغسر شغلة كورة بس عشان نحقق اهداف اعضاء الجمعية الاممية في كل الحاجة واشبع رغباتهم طبعا ويعني حاجات كتير قوي هنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله في اهداف اللجنة وهنتكلم عن كمان الحاجات اللي هيعلن عنها حصريا النهاردة بخلال هذا اللقاء لانها افرار صار جدا بالنسبة لعضاء النادي ولكل المتابعين والمهتمين باخبار نادي اهلي بشكل عام حبيبة عمر غالب ليه اختارتي او كان عندك هذا الاهتمام لأول مرة لدخول العضوية في لجنة من لجان النادي لجنة الطفل على وجه التحديد وكان عندك هذا الهدف المشاركة في اللجان بشكل عام ولا كان عندك اهتمام خاص جدا بلجنة الطفل التحديد لا انا حبيت اللجنة دي علشان انا خلال السنة اللي فاتت دي اشتركت في تنظيم اربع بطولات الصلاة في ايبريل ومارتش اللي فاتوا والايفنت بتاع الجامعية العمومية بتاع اللايحة الاخير فقررت ان انا احبب الاطفال كمان في النادي زي ما انا تربيت ان انا يبقى عندي مسؤولية للنادي وان انا كمان يعني يتربوا على المبادئ ويعرفوا ان في حاجات ممكن يعملوها للنادي زي الارجانيزيشن للحاجات اللي احنا عملناها دي تنظيم الافنت المختلفة اه ما كانش موجود واحنا صغيرين فممكن نبدأ بقعهم بأمن وهما صغيرين هما يشيلوا مسؤولية شعرية تجاه النادي يعني من اهداف وجودك وعضويتك في لجنة الطفل يعني مساح اكبر من مشاركة الاطفال النادي في كل الانشطة في الفترة اه ما كانش موجود واحنا صغيرين اوي يعني انا بدأت وانا كبيرة شوية فلما يبقى موجود ليهم وهم صغيرين كده هيبقى احسن ان شاء الله ان شاء الله طيب استاذ النداء ايه الاهداف الخاصة باللجنة طبعا اللجنة يعني حديثة الاعلان عنها وتشكلها واعتمادها من مجلس ادارة النادي ايه الحاجات الرئيسية اللي عايزين تشتغلوا عليها وتحققوها في الفترة دي هو اولا اللجنة دي اول مرة تفعل في النادي الاهلي لم تفعل لجنة الطفل من قبل كان موجود قبل كده لجن نشاط الترويحي ولجنة المرأة وكل اللجنة اللي كانت موجودة دي لكن لجنة الطفل دي كانت اول مرة يبقى لها وجود ده كان نتيجة ان كابتن الخطيب الحقيقة كان موجود ولقى ان فيه اهتمامات كويسة للطفل بس مش مفعالة وبصورة روتينية نقدر نجليها نشبع رغباته اكتر فطبعا جات الفكرة دي ان كابتن الخطيب قال طب ليه ما يبقاش فيه اه اه لجنة الطفل تقص بيها منفصلة نقدر ننفس بيها كل الحاجات اللي هم عايزينها فبدأنا بقى يعني بدأ يفكر في الموضوع ده فبدأت الفكرة ان يبقى موجود لجنة الطفل اولا اللي اشبع رغبات الطفل وخصوصا الغير رياضي الغير رياضي ده مش موجود في النادي كتير فطبعا ان احنا نجذب الغير رياضي ونحاسسه بانتماءه للنادي ونحاسسه ان هو ليه حاجات موجودة فعلا يقدر ان هو ينتمي في النادي ويبقى متواجد فيها ده حاجة كويسة جدا طبعا الاطفال في السنة ده احنا نمكن نقول للطفل مثلا من سن 12-13 سنة لحد 16 سنة مش متواجد في النادي وموجود في المولات المولات ما بتقدرش تقدم اي حاجة للطفل زي النادي ما بيقدمها ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله هنقدم حاجات كويسة جدا في اللجنة هنجذب الطفل ان هو يبقى موجود بصفة مستمرة نشبع رغباتهم سواء بقى رغبات علمية ثقافية تروحية هنعمل حاجات جديدة ان شاء الله مش موجودة هنقول عليها برضو في البرنامج بتاعنا تاني حاجة ان احنا هنربي فيها في الطفل المبادئ النادي الاهلي لان الاجيال الجديدة دي زي ما حبيبة قالت كده بالزبط مش متوفر فيها مبادئ النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليها وتربين عليها فحبين ان احنا نربي جيل المبادئ عارف اكتر عن الكيان الكبير ده وتريفه نجحاته منتمله اكتر بالزبط كده فاحنا عايزين نبني جيل مبادئ النادي الاهلي الاطفال في الفترة اللي فاتت دي كلها او الشباب كله منتمي للسوشيال ميديا والمولات والفصح والعربيات والحاجات دي إن شاء الله نعمل بقى حاجة كويسة نبدأ نجذبه إنه يبقى موجود بإسباع رغباتهم وبالتاني حاجة تنمية موهبهم ثالث حاجة إنه إحنا نقدر ننمي الثقافة والعلم والمعارات يعني هنشوف شغل أو نشاط كبير وحراك حاجات مختلفة إن شاء الله إن شاء الله حاجات مختلفة والحمد لله الحمد لله الكابتن والمجلس كله مدعمنا والحمد لله إحنا قدمنا خطة يعني لحد ما كويسة فاتوافق عليها على الخطوط الرئاسية بتاعتها هنبدأ إن شاء الله نقدم الأوتلاين بتاعتها عرض بقى للتفاصيل بتاعتها بقى إن شاء الله ونبدأ ننفذها وده يوفر مجلس الإدارة الاستجاب للفطة دي أو لإستراتيجية العمل إن شاء الله إحنا بصراحة من قبل ما نبدأ وفي تدعيم جامد جدا يعني من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ومجلس الإدارة ومستاذ محمد يوسف وكل حاجة يعني موفقين إن شاء الله إن شاء الله حبيبة متفقة مع الأستاذ النداء في إنه حتلاقوا استجابة جيرة من أعضاء النادي لما بتتكلموا مع أي أسرة في النادي إنه كدخلين على مرحلة يبقى فيها شغل كتير أوي ثقافي وفاني وإفنتس أكتر الأطفال شركاء فيها سواء في الأكتيفتيز نفسها أو في تنظيمها هل حسيني الناس مقبلة عددها وسعيدة بالأخبار دي؟ ده حقيقي لأن الأطفال الوقت ده ما بقوش زينا وإحنا صغيرين يعني زمان وأنا صغيرة لما كنت أروح النادي يعني وإحنا صغيرين بس في البلان بتاعتنا حطيني أن إحنا الأطفال هيلاقوا حاجات تخليهم يروحوا النادي وليس يقضيش وقت فيه ملل خالص في النادي لأ طول الوقت عنده حاجات كتير حتى لو عايز يعمل هومورك أو حاجة هيروح النادي وهيلاقي ناس تساعدوا وطبعا بتدعيم من المكتبة هنعمل لهم بوك فيرز وحاجات كده فإن شاء الله يعني يفضلوا النادي عن الحاجات التانية ويحسوا أنهم ليهم رول في النادي فييجوا على طول أنتوا جزء من رؤيتكم للفترة الجاية أن الأطفال ينتموا للنادي أكتر ويستمتعوا بالوقت اللي بيقضوا في النادي يطلب أنه بدل ما يروح ويك أند يروح يلعب بلاي ستيشن أو يروح النادي لأسدي المال أو حاجة أنه يروح النادي عنده إيفنت مرتبط بيه في النادي المفروض أنه يروح في ناس مستنياه فإن شاء الله في البلان نقدر نعمل فده كلام مهم جدا هل الكلام ده معناه أنه هيبقى فيه خطة أنشطة مستمرة لقطاعات من الأعضاء من الأطفال النادي تحديدا عندهم خطة دائمة فنية وثقافية فيها أنشطة موسيقية فنية رسم حتى يعني كل الحديث شايف أنه ممكن يهم الطفل بعيدا عن نشاط الرياضة اللي هو موجود في النادي بقوة بالضبط كده إحنا بنقدم الشريحتين بنقدم الشريحة الرياضية وبنقدم الشريحة الغير رياضية وبالأكتر الشريحة الغير رياضية لأنه هو دلوقتي المشاكل الأكتر من الطفل الغير الرياضي أو من الأطفال اللي هم بيكملوا رياضة لفترة زمنية معينة وبعد كده بيعودوا فطبعا دول بيسببوا لهم وللأهالي بالضبط لهم وللأهالي مشاكل كبير أو فإن شاء الله يعني الفترة اللي جاية دي فيه حاجات كتير هنقول عليها في البرنامج هذا كمان حيبقى فيه دعم له فيه قبول له وارتياح من أعضاء النادي أو طبعا جتير جدا اللي ارتبطتهم بتخليهم شوية محتاجين ولادهم يبقوا في النادي بالضبط في أمان في أمان إن أنا خلي ابني موجود في المكان ده وأنا عارفة إنه هو فوست كوميونيتي كويس وفوست جروب أنا عارفة وتحت إدارة وإشراف كويس جدا وبعدين يعني إن أنا أبقى موجودة فوست فوست عائلة الأهلي أو فوست عائلة الأهلي وبعمل حاجة في الآخر مفيدة هتنمي شخصيته وهيقدر يستجيب للمجتمع الخارجي ده طبعا هتبقى حاجة دعم تهالي حيبقى له مردود كبير قوي على حتى الكبار في النادي يعني الجوناس نحن بنمي شخصيت نحن بنمي شخصيت بني آدم فهنبدأ إن شاء الله ومن خلال خطة الطفل اللي هنبدأ نعملها ويا رب إن شاء الله لأن الأسر في مصر بتدور على أي نشاط إيجابي بعيد عن البلاي ستيشن بالضبط كده نحن نعنينا كثير وعلى النظر كل الحاجات دي بيدور إيه البديل لأولاده بالضبط كده يعني فكرة النظر في الموبايل دي بقت قافة للأسر كلها في مصر فكرة أعضاء اللجنة عندنا الحمد لله فكرة أعضاء أمهات وأعضاء تحت السن عندنا إن شاء الله يعني تسمح لي أقول تشكيل اللجنة نحن عندنا تشكيل اللجنة عندنا أربعة شباب هبدأ بالشباب الأول عشان هو يعني دي حاجة جديدة عندنا لو عندنا شباب تحت السن هندق من تحت الفوق عندنا حبيبة حبيبة أصغر سنة تحت سنة دي الحد إحنا بنكلم لحد مرحلة الخمسة عشر عندنا حبيبة هي الأصغر سنة معنا عندنا هاجر علاء عندنا ريهام الرمادي وعندنا هدام محمد كل واحد فيهم الحقيقة يعني ليه دور مميز في حاجات كتير قوي واللي هما ما شاء الله عليهم هما أكتب جدا وهاردوركر جدا وأنا يعني شفتهم في حاجات كتير قبل تشكيل اللجنة بصراحة أنا يعني أنا متأكدة أنا من شاء الله ما نبدأ نعم في حاجات كتير قوي أنا فترة كبيرة جدا نعدل اللجنة فإحنا بنعدل اللجنة الحقيقة هما أثبتوا كفائتهم بشكل جميل جدا وبشكل مشرف قوي فإن شاء الله هيعملوا معنا حاجات كويسة قوي هما الأربعة دولات إحنا هدى الأول المنصق الإعلامي للجنة هدى حبيبة وريهام وهجر دول منافزين للأكتبات سمعينا إن شاء الله هيبقوا حاجة كويسة ومشرفة وإن شاء الله يتعلموا مننا كمان عشان يبقوا في يوم الأيام هما مكانا يعني اخترتوا المجموعة دي من الشباب اللي منهم حبيبة علشان هما اللي يبقوا في تواصل مباشر مع الأطفال هما اللي بي أبلاي هما اللي بي نفزوا برامج العمل المشتغل فهما عندهم فكر بالأطفال اللي هما أقل سنا كمان إن هما أكتب قوي هيقدروا يوصلوا للسن الصغير ويعرفوا هما عايزين إيه ومحتاجين إيه طيب هل أنتوا على مستوى مجموعة الشباب الموجودة في اللجنة أو الأصغر سنا يا حبيب هل بتعودوا مع بعض وعندوك رؤية مشتركة بينكم أنتوا أقرب لبعض في العمر وفي الأفكار وفي الاهتمامات وكمان ممكن تبقوا عندوك رؤية مشتركة للأطفال هل أنتوا بعد ما بتنصقوا مع الأستاذ النداء والمسؤولين في اللجنة ممكن تعودوا مع بعض وتعملوا حاجات مكملة للإستراتيجية دي هتنفزوها في شغلكم مع الأطفال آه ده حقيقي في من أفكار كتير قوي أن إحنا لما بنعمل لما هنعمل معسكرات الكشافة هتبقى زي كامبس كده طبعا مش هبقى فيه إلكترونيكس خالص مع الأطفال إن هما بقوا ينسوا بقى الكلام ده وفكرة كمان البوك فارز ده هتبقى حاجة متنقلة يعني مع الاتفاق مع المكتبة هتتحط قدام الأماكن اللي الأطفال متجمعة فيها إن إحنا نأتركت شوية يعني فيه كتب جربوا نقرأ حاجة نعمل أي حاجة والأطفال اللي ما بيعملوش رياضة دي كانت برضو فكرتنا إحنا والشباب إن إحنا المفروض نعمل لهم زي ماجازين كده سواء كانت على سوشال ميديا أو مطبوعة تبقى كل شهر أو كل أسبوع اللي بيكتب شعر اللي بيرسم هم يعبروا عن نفسهم فيها وعن قدراتهم فيها اللي عنده أي موهبة بعيدا عن الرياضة يقدمها من خلال المطبوع يحس مش عشان هو ما بيعملش رياضة يبقى هو ما ملوش رول في النادي الأهلي أو مش بينتمي للنادي الأهلي يعني هم بيفتكروا أنه عشان اللي بيلبسوا دول اللي بيقاليهم اسم للنادي الأهلي لا دول بردو هيبقى ليهم حاجة ويبقى هو من الجروب بتاع المواهب في النادي الأهلي فإن شاء الله نخلي ليهم روز كل حاجة طيب أستاذ النداء واضح أنه ده كان بعد حوارات تمت بينك وبين الأعضاء مش تكوى من بعض الناس أن ابنه مش حاسس بدوره في النادي أو مش حاسس باهتمام معين أو أن هو إيجابي أو أن له حاجة بيعملها بالضبط استكمالا لتشكيل اللجنة هنجي برضو للي احنا هنعمله إيه عندنا مثلا أستاذة راشة علام ده يعني هتعتبر هيا المسؤولة عن العلاقات العامة الموجودة في اللجنة لأنها بتوصلنا للمؤسسات الخارجية اللي عايزين نعمل علاقة ما بيننا وما بين المؤسسات خارج النادي عشان يبقى بيننا وبين بعض أكبر استفادة وهي حقيقة وصلتنا للإفنت اللي هنقول عليه اللي هو الحصري لأنا قلت لحددك عليه قبل طب نقوله دلوقتي مع الاتفاقيات دي يعني نقوله دلوقتي على شمد حيش الاتفاقي هو هياخد وقت أكبر فنخليه طب حضر تكملي استعراض أسماع أعضاء اللجنة ونرجع للإفنت عندنا بعد كده إحنا إن شاء الله هنعمل حاجة كويسة قوي ما بيننا وما بين المؤسسات الخارجية عن طريق مثلا المركز ثقافي البرينطاني ومركز ثقافي الفرنسي ومعهد الألماني ده إن شاء الله هنعمل دراسات مختصة البلاد لأبناء النادي الحاجات دي بنعمل زي عملية بل الضبط كده بس هتبقى من خلال إن شاء الله يعني المراكز الثقافية وفي حاجة تانية يعني إحنا لا دعي تذكر إسماءه لوقت أن تتضبر مؤسسة خاصة فمش هنقولها دلوقتي بس هنحاول نحن نوصل لها إن إحنا نعمل تبادل ما بين الطلبة خارج البلاد وأبناء النادي الأهلي ده بطريقة أمنة وبطريقة جيدة جدا بحيث إن إحنا نخلي الولاد يبقى عندنا فكر تاني وتعليم مختلف يعني هيبقى إدن أو إدن من أبناء الأسر والأعضاء في النادي الأهلي ممكن يدرس شهادة معتمدة من مدرسة أوروبية أو من جامعة وهيسافر وفيه برامج عمل هي تحت سوكور فيجن بتاع المركز الثقافي وهنعمل عملية تبادل بالزبط كده وهنعمل عملية تبادل ما بيننا وما بين البلد دي إن أولادهم هيجوا عندنا إن شاء الله هنحاول ندرس الموضوع ده إحنا نتقدم المجلس للدارة والفكرة نفسها الحمد لله لقد الإعجاب بس هوا الموضوع محتاج دراسة شوية أكيد طبعا بلس نحن عايزين نعمل كمان حاجة إن إحنا عايزين اللي هو مثلا فكرة إن إحنا ناخد كورشيز كده لمدة أسبوع في الجماعات بره الجماعات الكبيرة برضو دي هتبقى تحت دراسة وعناية فائقة من النادي ومع التعاون مع المركز الثقافية طبعا المجال ده هتبقى دكتورة دينا محسن هي عدو اللجنة هتبقى هي أكتر واحدة مهتمة بالموضوع ده لأنها برضو ده يعتبر من ضمن مجال شغلها عندنا بعد كده أستاذة علا أستاذ علا أحمد صلاح دي هتبقى مهتمية بالورش الفنية والحرفية للأطفال هي الحقيقة عندها برضو فكر كبير جدا للمواضع دي الأطفال اللي هم الغرياضيين ببقى عندهم لمسات فنية بس مش قادرين يطلعوا المواهب دي عشان ما فيش حد قادر يعملها لهم فبقى طبعا بالتعاون برضو مع المكتبة إن شاء الله هيبقى فيه شغلا بيننا وبين المكتبة كبير فهنقدر أستاذ علا تقدر توصل لنا للموضوع ده عندنا بعد كده أستاذة نهلة إحنا إن شاء الله عايزين نعمل رحلات علمية كتير رحلات العلمية دي يعني مش حاساها موجودة كتير في النادي فإحنا عايزين نعملها للأطفال سواء داخل مصر أو خارج مصر ما هي الحاجات اللي بيقى فيها الانترتينمنت وفي نفس الوقت البعض الثقافي بالضبط إنه بتعلم حاجات كتير عن التاريخ أو حاجات مرتبطة ببلده أو حاجات عالمية ممثلة في معارض موجودة عنه ده الدكتورة نهلة عليه هي إن شاء الله لتبقى مسكة الملف ده علشان برضو يبقى عندنا حاجة زي ما قلت لحددك في البداية خالص هيبقى عندنا حاجة علمية وعندنا ثقافية وعندنا طرفهية بعد كده عندنا مفاجأ بقى إن شاء الله الأعضاء كلها هيتبسط بيها هو ملف تعليمي هنتكلم في الملف التعليمي ده مع الأستاذة نهة سعيد هنقول حضرتك عليه وإحنا بنقول البرنامج بتاع اللجنة يعني كده خلاص إحنا قمنا باستعراض أو الاستماع إلى كل أعضاء اللجنة أعضاء الموجودين في اللجنة حاليا هي بس أقول حاجة هي أستاذة راشا علام هي مقرر لجنة الطفل مقرر لجنة الطفل حبيبي هل ممكن الكلام اللي قلت وأستاذة نداء دلوقتي معناه إن إحنا لو مشينا صح في الطريق ده أو في التراك ده احتشاف المواهب في الرسم في المنسيقة في الكتابة في التأليف ممكن في يوم الآن نشوف معرض مميز للوحات عاملينه مجموعة من أطفال نادي هو ده يعني إن شاء الله ده حاجة من الحاجات اللي نفسنا لفلان بتاعتنا توصل لها يعني ده أقرب حاجة نفسنا نعملها إن إحنا نقول لهم إنهم عملوا يعني كل واحد عمل برودوكشن لحاجة وإنت عملت نتيجة جوا النادي ولها رد فعل إيجابي كمان لناس كلها يعني يعني عجبت ناس ما عجبتش ناس يحس إنه هو شخصيته بدأت تعمل حاجة ده يدي كم ثقة بالنفس غير طويلة اللي التفلة أو التفلة صاحب اللوحة دي أو اللي عبر عن موهبته بشكل أو آخر يعني ده إنتوا شايفين أنكم بتبنوا شخصيات للجيل الأصغر سناً في النادي يعني يساعدوه على تنمية شخصيات أهم حاجة يعني برنامج عائلة الأهلي زي ما الكابتن كان حطه ومجلس الإدارة طبعاً كانوا بيعززوا جداً دور الشباب فإحنا دورنا بقى إن إحنا يعني نشوف طلبات اللي هم سن تحت الشباب اللي هو من أول كي جي تقريباً لحد قبل الجامعة سنوي كده فإحنا المفروض نشوف كل واحد دماغه طلبة إيه يعني يعني يحبي يأتراكت الاتنشن إزاي وإحنا نساعده إن شاء الله إن شاء الله تكونوا موفقين طيب خلينا نتكلم عن الإيفنت اللي حديك قلت إنه هيعلن عنه حصرياً النهاردة من خلال هذا اللقاء لأنه طبعاً حاجة مبشرة جداً وصارة جداً وإن شاء الله تبقى بداية الأكتيفيتس كتير بهذا الشكل بإذن الله إحنا عندنا إن شاء الله أول إيفنت موجود يوم 3011 هو عبارة عن مرس من عجل ده بناء عن توجيهات الرئيس السيسي عندنا مجموعة من المؤسسات المحترمة المشتركة فيه عندنا وزارة شباب الرياضة وزارة تربية والتعليم تحدي المدارس العين تحدي الدراجات اليونساف النادي الأهلي ست جهات مشتركة فيه في مرسون العجل الفكرة الأساسية اللي بتقوم عليه لالة تنمر طبعاً فكرة لالة تنمر دي حاملة موجودة دلوقتي الناس كلها بتنادي بيها لأن يعني هي فكرة مأثرة على كل الناس مأثرة على كل الأطفال مأثرة على كل الكبار مأثرة على الأسر لأن أولادهم يعني بيحصل لهم التنمر ففكرة التنمر دي دلوقتي يعني هي نعتبر هي يعني نقول حضرتك مثلاً إيه الأساس في كل المدارس الأساس في كل النواة دي أن هم بيحاولوا أن هم يشيلوا التنمر من الطفل أو من المدارس من أشياء عدائية في تصرفات الناس مع بعضها يعني في أي مكان فإحنا عندنا إن شاء الله المرسون ده هيتم يوم تلاتين ده عبارة عن هو مش كومبتاشن مش مسابقة هو عبارة عن أنه هو مرسون عجل هيتم إن شاء الله في النادي الأهلي عند باب المعلمين يوم الجمعة هيلف الجمعة اللواءة تلاتين حد عشر هيلفه الجزيرة مرتين تحته إذا بوجود وزير الشباب والرياضة وزير التربيه والتعليم وأعضاء مجلس الإدارة أبعظيم وده أعتقد أنه هيكون بإذن الله يكون موافق إن شاء الله لأنه إحنا بعد كده وناجح وأعتقد أنه نجاحه هيشجع على سلسلة من الأحداث المشابهة أو الاحتفاليات المشابهة لأن إحنا هنعمل بعديها أصلا بعد المرسون ده هنعمل محاضرة داخل النادي لأبناء النادي والمدربين يعني إيه هو التنمر وكيفية علاجه وإزاي نتجنبه فطبعا الموضوع هيبقى شايد جدا لأعضاء النادي والأبناء النادي أكيد هتشتركوا في المرسون ده حبيبة أنت وأصدقائك وكل الناس المغين عندها استجابة له إن شاء الله يعملوا دعوة كبيرة في النادي آه أكيد لسه يعني كده إحنا فتحنا تقريبا الباب وخلاص وإن شاء الله من بكرة نلاقي ناس بتقدم إن هي عايزة تشارك وأكيد كلنا هنجيب صحابنا وكلنا هتشتركوا عاملين حالة بتسجلوا من خلال هالأعضاء بيسجلوا نفسهم لا إحنا لسه إحنا لسه ما أنا بقول لحدك هو الحاجة النهاردة حصرية إن إحنا بنبلغ إعلان رسميا إعلان رسميا نهاردة أول يوم نقول على أول إفنت لجنة الطفل وأول يوم نقول على موضوع المارتون فإن شاء الله هنبدأ التسجيل في العلاقات العامة في خلال الإسبوع ده هنأعلن عنه وهنبدأ إن شاء الله هنعمل زي كده دعاية وإعلان في الثلاث فروع يا جماعة إيه هو عن طريق اليونساف اليونساف ما قدم لنا خدمات كويسة لأن إحنا إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي على صدد إن هو يبقى فيه بروتوكول بين تعاون بين اليونساف ومن خلاله إحنا استغلنا الفرصة الحقيقة فبدأ فيه تعاون ما بين لجنة الطفل واليونساف وهو ده جزء من استراتيجية المجلس الإدارة طبعا أو حصل طبعا توزيع للاختصاصات في الفترة اللي فاتت وكلف كل واحد من مجلس الإدارة من المجلس بالقيام المهم الأقرب إلى قدراته واختصاصاته في حياته العملية وفي بعض الأمور مع النادي الأهلي وتبادل الخبرات أو الشراكة بطرق مختلفة مع النادي الأهلي أعتقد أن هذا قريب أو الملف اللي نتكلم أو ما هو الحقيقة كان برضو إحنا حضرك عارف أن دكتور مهند هو المشف العام من المجلس الإدارة من قبل المجلس الإدارة على اللجان فإحياني دكتور مهند كان معنا في الفترة الأخيرة دي كلها كان بيدعمنا الحقيقة بمسندته بقرراته وأساس محمد يوسف وكان معنا دكتور مهند قيم بالدور ده كمان هو ده اختصاصه المكلفين من المجلس أنه هو همزة الوصل بين كل القائمين على شؤون الجان وبين مجلس الإدارة بالزبط كده كان معنا كمان الفترة الأخيرة يوسف خليد مرتاجي وهو بصراحة يعني دعمنا مع اليونساف ووصلنا لي وقدرنا أن نحنا نعمل حاجات كويسة وده من خلال نحن عملنا كمان مش بروتوكول بس إحنا خلاص يعني إحنا والجونساف هيبقى فيه تعاون متبادل أي حاملة هم يعملوها لجنة الطفل هتشترك فيها وإحنا هنشترك معهم في أي حاجة وعظيم أن يبقى فيه التواصل ده مع مجلس الإدارة ويبقى فيه واحد من أعضاء مجلس الإدارة مكلف بالإشراف على الملف عشان يقدر يوفر لكم لحظة بلحظة كل المتطلبات العامة بزبط كده سواء كانت احتياجات لوجستية أو مالية أو كميل أو دعم أو أمور فنية أو تسهيلات بقرارات تصدر هو ده اللي حصل فعليا هو اللي حصل فعليا يعني الحمد لله القرار في وسط المشاكل اللي حصل أو الدروب اللي حصل في الندي يوم الخميس ده كان فيه مجلس الإدارة الحقيقة يعني يعني مشكرين مجلس الإدارة كلهم إنهم الحقيقة وفقهم بقرار لجنة الطفل يعني على القرارات والطلبات وكده طيب أمنياتك يا حبيبة لو بتتمني فيه صورة معينة بترسميها في خيالك للنشاط ده وتأثيره مستقبدا في النادي الأهلي إيه الحاجة اللي بتتمني توصل لها من خلال كل المجهود اللي بتعامل هي حاجات كتير قوي بس أولها أن الأطفال كلهم زي ما قلت لحضرتك إنه يعني ما يجيش النادي وهو بقى زهقان أو مع أهله أو كده هو نفسي هو اللي يطلب من أهله إنه هو يروح حتى لو حتى لو عنده هوميرك أو كده أهله ما يعودوش يقولوا له هم فيش نادي لا هو كده كده هيبقى في ناس هتساعدوا في الهوميرك في النادي والإيبنس كلها يبقى مرتبط بالنادي ويبقى عارف إنه هو ورا حاجاته مرتبط بحاجات وبيشتغل على حاجة معينة زي المواهب والمجازين وكده ويعرف إنه بتحلمي على المستوى الشخص إن النادي ده يبقى فن يبقى متعة بالنسبة ويبقى الأطفال لإنه هم بدأوا يروحوا في التراك تاني خالص ما بقوش بيجوا مش زينا مش زي الجيل بتاعنا فإحنا أجيالنا والأجيال الأكبر منه كمان يعني جيلي والأجيال اللي بنا كمان عمرين كل ده كان من نسباله النادي حاجة مهمة جدا بيضي فيها وقت ساحة وقت جدا في حياته وهو آمن على نفسه وصورته مطمئنة عليه وحياة يعني إيجابية سواء نشاط رياضي أو ثقافي إحنا عايزين نرجعهم بقى على التراك ده بنحاول نأتراك بقى نأتراك كل شخصية منهم بطريقتها بقى المعينة إن شاء الله تحققه الهدف ده أنا حقتتم بسؤال لحضرتك وسؤال لحبيبة سريعا برنامج اللجنة لو قلنا العناوين الرئيسية لقول إن طبعا الوقت مش حيتسع لكل التفاصيل لكن هنتبعها معاك وإن شاء الله كل خطوة بتتحقق على شاشة خناة الأهل إن شاء الله إيه الأهداف الرئيسية أول حاجة إحنا عاملين حاجة تخدم عدوات أو أعضاء النادي الأهلي والطفل عاملين حاجة متبادلة بينهم لاتنين عاملين حاجة اسمها مدرس كشكول مدرس كشكول ده بارعا أننا عندنا دلوقتي أولياء أمور ومعظمهم طبعا ستات مش بيشتغلوا بس حصلين على شهادات كويسة وعندنا أولية الأمر بتيجي بيجيب ابنها في عندها ابن عنده تمرين وابن التاني ما عندهش حاجة بس المحتاجة أن يتبقى قاعدة في النادي أصاده وعنده متحان وعنده مذاكرة فإحنا بنعمل عملية تبادلية إن الأم الموجودة دي بنقدر من خلال التعاون مع لجنة الشباب بنقدر الناس اللي مش بيشتغلوا عندهم يدون من وقتهم ساعة أو اثنين بمبلغ يعني اشتراك قليل جدا في المكتبة برضو بالاشتراك مع المكتبة هياخدوا الأطفال اللي هم موجودين هيقدر يزاكلهم كل المواد في خلال ساعة أو اثنين فده حاجة اسمها مدرس كشكول دي أول حاجة إحنا عملنا ثاني حاجة احنا عايزين نعمل مشروع الكشافة الكشافة ده يعني أكبر حاجة بتنمي شخصية الطفل وأكبر حاجة بتخلي الشخصية قيادية وأكبر حاجة بتجبع رغبات الطفل فإن شاء الله احنا هنعمل مشروع الكشافة الكشافة دي هتبقى كشافة محلية وكشافة دولية وإن شاء الله هيحصل تعاون بنا وبين اتحاد لنعمل الكشافة ورحلات متبادلة ورحلات متبادلة والحمد لله ان احنا خدنا برضو موافقة ان احنا نعمل المعاسكر في فترة الشتاء أو أجازة نس السنة في منتجة مطروحة على أساس برضو ان احنا نقدر نستفيد بها وبس احنا هنعمل الأول بداية هتبقى كشافة لمعاسكر لمدة يوم وبعد كده هنبدأ نطول فيها هتبدأوا تتوسعوا في التجريب هنتوسع فيها إن شاء الله على مرح بالزبط كده عايزين إن شاء الله نعمل برضو دورات تنمية بشرية للأطفال يعني فوسط يعني مش كتير بس هنقدر ان احنا يعني نقدر ان احنا نوصلوهم بس للشكل النفسية والحاجات دي مع برضو التغذية والأساليب الجيدة للتغذية وحاجات جانب بجانب الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي الحاجات اللي معلنة في بداية فترة عمل اللجنة بداية في المحددة دي البداية واعتقد الفترة الجاية مع الرحالات العلمية والدورات التعليمية اللي احنا قلنا عليها والأنشطة اللي تتكلمنا هتبقى موجودة بشكل دائم في النادي في الفترة الجاية كلمة أخيرة حبيبة لو بتوجه دعوة الأطفال وكل طفل وكل طفلة في النادي الأهلي وبتشجعهم على أنهم يستجيبوا أو يشاركوا معاكم في المجهود اللي هتقوموا بيه في الفترة الجاية تقول لهم ايه عايزة أقول لهم أنهم موجودهم في النادي الأهلي مش كرياضة بس برضو عايزة سترس على الحتة دي لأن الأطفال اللي ما بيعملوش وياضة أي كلام أو الحاجات دي أنهم يخلوا يستفيدوا بوقتهم بشكل أفضل وفي مكان يعني يعتبروا زي بيتهم يحبوا أنهم يجوا لي وكمان لما نعمل لهم البوك فار دا لما يبقى موجود الأطفال بقوا معظمهم في مدارس انترناشنال وبيعرفوا يقروا كويس يضيعوا شوية وقت مع بعض يقروا كتاب يعملوا حاجة وكمان الفان دايز هتاخد من شوية الأنرجي اللي عندهم شوية وهيحبوا أنهم يجوا النادي مرتبطين كل شهر على النادي يعمل لهم فان داي وعايزين دفع من الأسر نفسها لأبنائها وبناتها عشان الاستجابة في أول فترة أنهم بعد كده الأنشطة نفسها هي اللي حتخليهم مستجبين بالضبط كده نحن نقبل مقترحاتهم بعد كده ونعمل عدوات مشاركة أن الأمهات نفسها هتيجي تشارك معنا في اللجنة لخدمة ابنها إن شاء الله يعني هيبقى فيه تبادل للحوار مع الأعضاء والأضوات في النادي الأب والأم علشان وضع استراتيجية هو شايفها مهم لابنه أو بنته في النادي هم اللي هقولونا هم محتاجين إيه أكتر فحنا نقدر ننفزها إن شاء الله موفقين وأسعدتونا بجودكم معنا النهاردة وللأسف الوقت مش هيتسع لمزيد من تفاصيل إن شاء الله هيبقى محل تقدير واهتمام وهنتابعوا معاكو الصوص والصورة إن شاء الله بشكر حضرتك على وجودك معنا الأستاذة نداء داود رئيسة لجنة الطفل في نادي الألي بشكرك وموفقة في مهمتك إن شاء الله وكمان أصغر أعضاء النادي الأهلي المشاركين في اللجان أصغر عضو فيه لجان النادي الأهلي هي حبيبة عمر غالب موفقة في مهمتك حبيبة جود لك وبنتمنى لكل التوفيق وإن شاء الله نشوف نشاط كبير من مجموعة المجموعة الشباب إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا شاهدين انتهت فقرتنا وبشكر حضرتكو على المتابعة وهنتابع نشاط لجنة الطفل وفكرة تطوير عمل اللي جان في النادي الأهلي بشكل عام ولجنة الطفل على وجه التحديد وهي تنطلق في عملها لأول مرة في النادي الأهلي فقرتنا مستمرة في الأهلي الليلة بعد الفاصل الزمير العزيز الكابتن خالد العود